اشتركوا في القناة او الزير بوينت زي ما احنا نتكلم فيها خاصة ان اردنا ان نبني اي مجتمع من مجتمعات الشتات بعد الحروب وبعد الضمار اللي احنا بنشوفها في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق الى اخره الى اخره الى اخره كل مجتمع من هذه المجتمعات لي قيادة في لابد يكون في قيادة في مجلس معهم في كيف نحدد الوجهة والاتجاه وكيف نحدد المصار بتاعنا اللي احنا هنمشي عليه وكيف نضمن استمرارية ضمان استمرارية المصار وكيف بعد كده نجمع الموارد والمقدرات بتاعت المجتمع ثم نعيد تحويل المصار مرة اخرى لتوزيع الموارد والمقدرات وبناء المجتمعات ثم بناء التواصل بناء المجتمعات اقولهم تاني نرجع تاني من الاول السريحة الاولية يبقى هنبدأ من نقطة الصفر هم حوالي عشر نقط نقطة الصفر اللي هو ارقائد الرئيس او المجموعة اللي هتقود المجتمع بعد كده المجموعة دي هتحدد الوجهة والاتجاه وتعمل ادارة المصار تضمن استمرارية المصار بعد كده السريحة التانية تجمع الموارد والمقدرات تعيد تحويل المصار مرة اخرى توزع الموارد والمقدرات تبني المجتمع والمجتمعات المختلفة وتواصل بين المجتمعات نبدأ من الاول اللي هو لبعد كده اذا نظرنا للمنظر ده المنظر ده انا رسمته امس وانا مسافر من برمنجام لندن في القطر وده القائد بعض الناس قد ينظر الى هذا الشخص على انه رجوز او الرجل الضحك في السرك ابدا هو ليس بهذا كل الالوان المختلفة دي بتدل على انه يعي الثقافات المختلفة في المجتمع النفس ويعي التنوعات المجتمعية المختلفة الالوان الخضرة والسودة والصفرة والبنبي والبصلي الى اخره الى اخره بتاعي ان هذا القائد او هذه القائدة يستطيع ان يدرك المتغيرات المجتمعية داخل المجتمع اما الخطوط الطويلة والخطوط العرضية دي كلها بتاعي تدل على ان هذا القائد او هذه القائدة قادرة على استيعاب التغيرات المناخية المجتمعية يبقى يعرف التنوع المجتمعي ويعرف او تعرف التغيرات المجتمعية التي قد تطرق على المجتمع نفسه وهو مش من سورة بلياتشو او سورة كلاهون يعني اراجوز او لا ابدا دا شخص قادر على استيعاب التنوع المجتمعي واستيعاب التغير المناخي المجتمعي كذلك هذا الشخص او هذه المرأة ستكتمع ببعض من تثق فيهم او بمن يثق فيهم من هذه القيادات الى ان يبنوا رؤية يعني الشخص اللي احنا شفناه في الصورة الاولية دا دلتمن اشخاص دول او تسع اشخاص او خمس اشخاص او اربع اشخاص هيكتمعوا سويا يحددوا معالم رؤية توجههم لبناء المجتمع نجد هنا في الاسهم الكثيرة دي تدل على على ايه تدل على الخلاف البين ما بين هذه المجموعة اين يذهبوا يذهبوا في هذا الاتجاه ام في هذا الاتجاه ام في هذا الاتجاه ام في هذا الاتجاه الى اخير الى ان يتفق الجميع ومعهم القائد او القائد هنا على انهم حيتجهوا في اتجاه واحد كلهم فلابد ان يكون هناك توافق ما بين المجموعة التي اخترها القائد لكي تشكل اللحمة الاولى في بناء القيادة المجتمعية على ان يتوجهوا الى اتجاه واحد الفطرة دي الفطرة ما بين ان القائد بيحاول يضع رؤية او يجد من يساعده في هذه الرؤية المجموعة المتماسكة التي سيبني المجتمع قد تستصل من سنة الى سنتين يبقى الفطرة دي الصورة الاولية والصورة التانية قد تصل الى سنة وسنتين ودينا نسميها ايه نقطة صفر حتى نقطة صفر ها مش ضربة حز كده نقطة صفر في التفكير والتخطيط والمنقشة فيها قد تصل من سنة الى سنتين اللي بعد كده ننتقل من نقطة الصفر للمسار الاول المرة واحد خلاص عرفنا احنا رايحين كلنا في التجاهة واحد وكلنا رايحين هنا اوه المكان ده المكان المدور الكبير اللي كلنا من كل الاتجاهات من كل المدن من كل القرى من كل المحافظات من كل الشوارع متجهين الى مكان واحد عن طريق اللي هما التوجه بتاعنا ان احنا حنبني المسار هنا بقى النقطة دي اللي احنا نتكلم عنها الى بناء المسار وضمان استمرارية المسار ودي بتاخد حوالي من اربع سنين الى خمس سنين وده معناه ايه ده الوعي المسار مش كبري المسار مش حارة المسار مش طريق ممكن ننجزه في سنة او ستة شهر او سنتين لا المسار هو رفع مستوى الوعي عند المجتمع نفسه لذلك اللي هو الاتجاه وبناء المسار وضمان استمرارية بناء المسار ده فطرة رفع الوعي عند المجتمع بكافة اطياف مجتمع جاهل مجتمع غير مدرك مجتمع غير واعي مجتمع غير متعلم الى اخيره الى اخيره فلابد المجموعة اللي اتقت ارجع للسرعة الى قبل كده المجموعة دي كلها بعد ان حددت سويا توجه هنا هو ترجع كل واحد فيهم للمنطقة اللي هو جاء منها لكي يرفع الوعي داخل المناطق بتاعته والاحياء بتاعته يعني هنا المسار ده زي ما انا قلت له كبري وله طريق وله اي حاجة هو رفع الوعي المجتمعي لدى المواطن وهو الاستمرارية ترفعات ودي فطرة دي بتاخد لها من اربع لخمس سنوات ممكن بعض الناس فيها يجي من اي محافظة من المحافظات او من اي قرية من القرى او من اي مدينة من المدن وينجزوها في سنتين او ثلاث سنين لكن لابد تكون عملية استمراره رفع الوعي مستمرة لكي يدركه كل المتغالي المجتمعية الداخلية والخارجية ثم بعد كده بتيجي للنقطة الرابعة اللي احنا في النص كده تلتقي كل هذه القيادات مرة اخرى لا ارجع ارجع تاني انه هو تلتقي كل هذه القيادات التي رفعت الوعي المجتمعي واصبحت المسارات المجتمعية لبناء اعادة بناء المجتمع مرة اخرى مرتفعة واضحة عند المواطن عند كل مواطن سواء كان هذا المواطن متعلم او غير متعلم فتلتقي هنا لماذا في النمرة الرابعة لكي تجمع كل القدرات والطاقات والمقدرات في طاقات اجتماعية طاقات سياسية طاقات مادية كل هذه الاشياء فنجتمع هنا هو يجتمع كل هؤلاء المنشغلين باعادة بناء المجتمع مرة اخرى في هذا المكان او في هذا هذه النقطة لكي توضع كل مقدرات المجتمع مجتمع ايه هي المقدرات الموارد المائية الموارد البشرية الموارد المعادن الكنوز الى اخرى الى اخرى فهنا ايضا نعرف قدرة وقيمة وفعالية المجتمع اللي احن نبنيه ها سواء كان هذا المجتمع صحراوي او كان هذا المجتمع الزراعي او هذا المجتمع جبلي او هذا المجتمع ريفي الى اخرى الى اخرى او هذا المجتمع بحري يعني معتمد على الصيد الى اخرى او هذا المجتمع يتكون من اشياء اكتريدان فكل هذه الاشياء توضع هنا ويعرف من أن هذا المجال مثلا ده يأتي من محافظة معينة ودي محافظة أخرى قد تكون في بعض المحافظات أغنى من المحافظات الأخرى وبعض المدن أغنى من المدن الأخرى وبعض القرى أغنى من القرى الأخرى فتوضع كل هذه المقدرات على الطاولة لكي نستطيع تحديد مقدرات المجتمع كاملا لكي نعاد تستثمر مثل هذه المقدرات في أعادة بناء المجتمعات التي ستبنى على مصار الوعي ومصار الفهم ومصار الإدراك يبقى النقطة الأولى قلنا النقطة الصفر تكلمنا عنها اللي هو القائد والمجموعة بتاعته النقطة الأولى اللي هو تحديد الاتجاه اللي هو ده النقطة التانية والتالتة اللي هو بناء المصار اللي هو معناها رفع الوعي المجتمعي والإدراك النقطة الرابعة اللي احنا قلنا عليها تحوضع كل المقدرات على الطاولة لمحاولة معرفة كافة مقدرات المجتمع الذي نعيش فيه الشريحة اللي بعد كده ودي بتاخد ارجع تاني لو سمحت يبقى احنا قلنا النقطة الاولية زيرو بتاخد سنة سنتين ارجع خالص عشان بس الناس تعد معايا النقطة دي واللي قبلها بياخدوا من سنة لسنتين بعد كده النقطة دي بتاخد من اربع لخمس سنين في بناء الوعي المجتمعي النقطة اللي هي اربعة بتاخد من سنة لا اربعة ارجع تاني اربعة دي بيكتمعوا هنا ويتنقشوا في اقل يعني ما بين سنة الى سنتين يروا كل مقدرات المجتمع اللي هما عايشين فيه في نفس الوقت السنة والسنتين دول بتكون عملية استمرار عملية رفع الوعي المجتمعي والادراك المجتمعي مستمرة يبقى الوعي هنا هو هيكون من خمس سنين لسبع سنين ليه لان الوعي ده اكبر واخطر نقطة في بناء اي مجتمع مجتمع جاهل لا يعرف مقدراته ولا يعرف توجهاته ولا يعرف ان القادة بتوى افقين او غير افقين سنضيع وتضيع مقدرات كلها لذلك هنا بناء الطريق ده اللي هو الوعي اربعة خمسين زائد نفس الموضوع المنظومة ستستمر تبني الوعي وتربني الادراك هنا في خلال تقسيم او اعادة تقسيم المقدرات التي جمعت او التي عرفت والتي عرفها كل القادة المجتمعيين اللي جايين من كل مكان في المجتمع النقطة الخمسة النقطة الخمسة والستسة ان احنا بعد ما عرفنا قيمة المقدرات اللي عندنا كل كل نوع المقدرات او القدرات اللي موجودة في الدولة او في الوطن عندنا بنحدد نسبة انفاق في كل مجتمع نريد ان نقيمه على دفاف هذا الوعي المجتمعي بمعنى ايه بمعنى اذا كان عندنا هنا اكس تجمع في اربعة فالاكس ده بيضع ويوزع على هذا وهذا 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 لاسه بالتساوي ولكن بحسب قدرة المجتمع هذا قدرة قادة على بناء المجتمعات اللي هي الصفرة دي اللي هننتكلم عنها نعايزين في النهاية نبني المجتمعات الصفرة يبقى نمرة خمسة اننا هنعيد نمرة خمسة هنعمل فيها ايه نعيد توجيه المقدرات اللي احنا جمعناها بنسب تتفق مع ما يحتاجه كل المجتمع نريد ان نبنيه سواء كان هنا او هنا نمرة ستة اللي هي دي ودي بتاخد لها نمرة خمسة بتاخد لها خمسة وستة بيخدهم سنتين ونمرة ستة اللي هو ادارة ادارة توزيع هذه المقدرات لبناء المجتمع اللي هنبنيه هنا هو ادارة توزيع المجتمع هنا تاخد سنتين هنا هو بناخذ المقدرات والشغل على مستوى المحلي في المحافظة بحيث اننا كل المقدرات اللي احنا جمعناها هنا هو بنضع نستثمرها في بناء المجتمع اللي احنا حنبنيه اللي هو حنسميه نمرة سبعة اللي موجود هنا هو يبقى احنا عرفنا الخطوة الاولى اللي هي نقطة صفر كان الاجتماع عشان نعرف اين نذهب نمرة واحد واثنين وثلاثة اللي هو بناء الوعي المجتمعي نمرة اربعة تجميع المقدرات المجتمعية ومعرفة المقدرات المجتمعية كلها نمرة ستة نمرة خمسة اعادة توزيع هذه المقدرات نمرة ستة اللي هو هنا هو تنظيم اللي هو النقطة الخضرة الصغيرة دي تنظيم عملية بناء الجهاز الاداري الذي سيدير بناء هذا المجتمع اللي هو في نمرة سبعة يبقى في النمرة السبعة السبعة اللي هي دي سبعة اللي هي دي سبعة السفرة دي سبعة ودي سبعة هنا هو ودي سبعة ده ايه نمرة سبعة دي اللي هو ان انا بعمل مجتمع جديد انشئ مجتمع جديد اللي هو بياخب مني ايضا في نمرة سبعة من اربع لخمس سنوات بناء المجتمع لا يأخذ شهر او شهرين ليه ان انا بخش في المجتمع المحلي هنا هو بعد ما اخذت المقدرات عندي وصنعت ادارة لتوزيع هذه المقدرات وادارة هذه المقدرات لان انا بابني الاسواق بابني المدارس بابني المزارات المحلية بابني الشوارع بابني الطرق بابني كذا بابني كذا وده بابني النفس اللي احنا بدأنا فيه الوعي والادراك اللي هم اربع والخمس سنوات والسنتين وبعدين ننزل مرة تانية يبقى عملية رفع الوعي والادراك مستمرة سواء كانت من اليوم الاول لو واحد واثنين وثلاثة وخمسة نحن هنا سبع سنوات وتستمر في اثناء عملية بناء المجتمع الحقيقية اللي هي بناء الارض بناء المنشآت مفيش منشآة تبنى او مدرسة تبنى او وزارة تبنى او محافظة تبنى او ادارة في المحافظات تبنى الا على رفع الوعي ورفع الادراك ورفع الفهم المجتمعي رفع الفهم والوعي والادراك فلذلك الفهم والوعي والادراك ارجع تانية مرة تانية تبدأ من هنا اربعة لخمس سنين وانا الفترة النمر البعة دي بتستمر السنتين وتبقى يبقى هنا من خمسة لسبع سنين وتنزل تاني ترجع تانية كل الامور اللي احنا بنقوم بيها في المراحل المختلفة لا تتوقف فيها عملية الفهم والوعي والادراك عن التوقف نرجع تانية نكمل بعد كده فلذلك هنا في قلنا سبع سنين بقى هنا في حوالي سنتين هنا هو غير من خش هنا هو وبعدين في الاربع لخمس سنوات اللي احنا بنى فيها المجتمع المحلي ده يستمر رفع الفهم والوعي والادراك ولا ننقطع عنه ابدا حذاري 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 ان تقولوا اننا اصبحنا عندنا المال وعندنا الخطة وعندنا الرؤية فنخبع رفع الفهم والوعي والادراك ستنقلب الخطة رأسا على عقب وسيهضر المال وسينتشر الفساد الفهم والوعي والادراك مستمر قاطع في كل مرحلة من مراحل بناء المجتمع او اعادة بناء المجتمع مستمرة يعني دي فرد عين وفرد قاسم مشترك اعظم لا تتوقف عنه حتى ولو اكتملت اركان بناء الدولة او اكتملت اركان بناء المجتمع لا تتوقف عن رفع مستوى الفهم والوعي والادراك جزء من الذي نراه الان في المنطقة العربية وغيرها هو عدم الفهم ليه لانا فيه جهل جهل تغييب للعقول واخبارا تمصر البصائر وتمصر البصيرة لعند الناس وتعمية للانفس والازهان فلذلك الناس اصبحوا محترين كل يوم هم في شاء مختلف عن اليوم الاخر فعملية رفع الفهم والوعي والادراك القائمين على التعليم والتعلم تعتبر فرد عين على كل ام وكل اب مش بس كل محاكم او كل مسؤول لا عن الام في البيت والاب في البيت والشيخ والاسيس في الكنيسة ها والمدرس في المدرسة والصحفي في الجريدة والاعلامي في التلفزيون وكل والاديب في السينما والممثل الى اخره لا نتوقف في بناء المجتمع عن رفع الفهم والوعي والادراك خلاص اصبحنا اخذنا المقدرات من هنا وحطناها هنا واستطعنا نبني الطرق والكباري والمزارع وكذا وكذا بدون فهم وبدون وعي وبدون ادراك ستتفكك مثل هذه المجتمعات وستصبح مجتمعات هشة كما نراها اليوم دول غنية جدا 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 كانت دولة دا داوة العراق او ليبيا ها بكل المقدرات اللي عندها وبكل الامكانات اللي عندها ها كانت دولة هشة لماذا لان الفهم والوعي والادراك غابوا عن اذان واذهان وبصائر وصرائر ابناء هذه الاوطان فمهما عظمت فمهما عظمت دخل الدولة من الموارد المادية ان لم يقابله رفع للفهم والوعي والادراك المبني على التعليم والتعلم المبني على المساحة الحرية التي يتمتع بها كل مواطن في الوطن كل مواطن في المجتمع يبقى مساحة الحرية التعليم والتعلم الفهم والوعي والادراك وبعد كان نتحدث عن الموارد المادية اللي بتتكلم فيها المجتمع اذا كان الامر واضح بالنسبة لنا يبقى نتكلم هنا اربع لخمس سنين عشان نبني المجتمع المحلي في كل محافظة بعد ان بنينا مصار رفع الوعي والفيه المدرك وبعد ما عرفنا مقدرات المجتمع بتاعنا وبعد ما اعادنا توزيع هذه المقدرات على كل محافظة وعلى كل مدينة وعلى كل قرية حسب حاجتها والمحافظة الاغنى تعطي من عندها المحافظة ايه الاقل او الفقيرة الى اخر ويبقى احنا كده وصلنا من النقطة ايه للنقطة السبعة النقطة السبعة هم نتكلم فيها ايه منتكلم فيها عن عن اللي هو بناء المجتمع بعد كم سنة تقريبا بعد اه 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 اربعة حوالها في الاخر دي نمنا تمانية دي بقى ودي دي التحدي الكبير كنت انا في يوم من الايام في العراق في الف تسعمائة ستة وتسعين بنوزع الوحوم الاضاحي وكان ممنوع من عن باتا ان تنقل المواد الغذائية من محافظة الى محافظة حتى في بعض الدول ممنوع من عن باتا ان تنقل من محافظة الى محافظة ملك ليه عشان تفضل كل محافظة معتمدة على القيادة المركزية وده خطأ 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 قاتل 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 فعشان نقل الوحوم الاضاحي من بغداد سنة ستة وتسعين للبصرة خدنا ورقة تصريح من الوزير رحمة الله عليه وزير الاوقاف اللي عشان نقل على السيطرات السيطرات لها الحدود ما بين المحافظات والمدن يعرف انه عنها تصريح من الدولة ونقلناها فعلا من كل محافظة الى المحافظة الاخرى الخط الاسود اللي هو ده النمرة 8 ده اللي هو معنى ايه معنى التواصل المباشر ها بين كل محافظة ومدينة ومحافظة ومحافظة ومدينة ومدينة وقرية وقرية دون الرجوع للقيادة المركزية لان الحيثيات اللي هنا لنضرب المسر اذا كان في المحافظة دي مثلا او في المدينة دي مثلا حصل كارثة ما فيش تواصل بينها وبين المدينة او المحافظة او القرية اللي جنبها دي كلها وهنا اعتمد اعتماد كل يعني نجع هنا لا لابد يكون في تواصل هنا هو وفي تواصل هنا هو يبقى في تواصل افقي ما بين المدن والقرى والمحافظات وفي تواصل رأسي ما بين هذه المحافظات والقيادة المركزية في المركز احنا دايما دايما بنقول ايه دايما بنقول ان احنا بنينا دلوقتي خلاص عرفنا الطريق بتاعنا رفعنا الوعي عرفنا المقدرات عدنا توزيع المقدرات بنينا المجتمع المحلي لكن المجتمع المحلي ده لابد ان يكون متواصل مع كل المجتمعات المحلي الاخرى يعني دي مثلا محافظة اكس دي محافظة واي دي محافظة زد ها يكون في تواصل بينهم تواصل تجاري تواصل ثقافي تواصل اجتماعي تواصل تعليمي الى اخره الى اخره الى اخره لا يكون هناك حرج من هذا الامر لان ده حيقوي ده ووظفته ايه ده بقى هنا نمرة 8 اللي هو حياخذ مننا حوالي 3 سنوات في بنائه يعني احنا ما بنبني ده حنبنيه في 3 سنوات لما نبني المجتمع هنا هبنيه 4 الى 5 سنوات لما هنبني 5 و 6 دول اللي هو عادل توزيع وقدارة المقدرات دي حوالي سنتين لما نبني 4 هنتجمع من سنة لسنتين الى 2 و 3 هناخد 4 الى 5 سنوات فهنجد ان احنا لما ليه احنا بنبني التواصل بين القرى والمحافظات دي لان دي الشبكة اللي هتمسك الدولة دي الشبكة اللي هتمسك ايه الوطن دي الشبكة اللي هتمسك المجتمع لو الشبكة دي مش موجودة شايفش اللي سوت ده اللي سوت ده لما فيش تواصل ده بينهم بعضهم مع كل محافظة وكل قرية في تواصل هتلاقي الدولة ماشية زي خطوط مستقيمة متجنسة لكن مش متماسكة خطوط مستقيمة متجنسة لكن مش متماسكة خطوط مستقيمة متجنسة لكن مش متماسكة وكلها تعتمد على مصدر واحد اما لما نبني الشبكات والتواصل دي بين المحافظات والقرى وبعضها وبعضها هنلاقي ان ايه الخطوط دي اصبحت صلبة قوية متماسكة وكل منها عرفت تنمي مقدرات المجتمع المجاور لها عرف التنمي مقدرات المجتمع المجاور لها واصبح التواصل بينها التواصل قوي وده لنحن نسمي التواصل الافقي والتواصل الرأسي التواصل الافقي بين المحافظات وبعضها التواصل الرأسي مع الحكومة المركزية ننظر للمسيرة دي كلها هتأخذ مننا كم سنة نرجع تاني من السورة الاولية لقبل واحد حاجة اول حاجة اللي هو نقطة السفر اللي هو الشخص ده اللي هو كان امرأة او رجل او المجموعة دي هياخده من سنة لسنتين اكتبوا عندكم من سنة لسنتين خلاص نخش في اول بقى مرحلة عملية بعد التفكير واحد واثنين وثلاثة هياخده مش اقل من اربع سنين لخمس سنين بداية رفع الوعي المجتمع نمر اربعة احنا اول واحد واثنين بقى اربعة لخمس سنين نمر اربعة لما تجميع الموارد هتاخد من سنة لسنتين عشان يتفق كل هؤلاء الناس على ايه الموارد اللي هما في المجتمع اللي عندهم نمر اربعة هتاخد من سنة لسنتين ها اللي بعد كده نمر اخمسة اللي هو اعادة توزيع الثروات مرة اخرى للخط له الاخضر ده وادارة توزيع السروات دي شايفين خط الاخضر الكبير ده احنا اخدنا النصيب المجتمع ده ونصيب المجتمع ده فرجع النصيب ده هنا هو من خلال ادارة خمسة وستة دول بياخدوا حوالي سنتين لو بنعمل مجالس المحلية وفي نفس الوقت بنعمل ادارات المحلية عشان نستطيع نبني المجتمع على اصفر نمر سبعة اللي هو بناء المجتمع المحلي ده بياخد من اربع ده خمس سنينة اللي بتكون في كل الادارات اللي احنا عاملينها والمنشآت اللي احنا عاملينها ده نمر سبعة نمر تمانية اللي هو بيجي في الاخر اللي هو التواصل ما بين كل المحافظات وبين كل القرى والمدن بتاخد حوالي ثلاث سنوات ده مهم جدا 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 ده هو ليه المعسم اللي حيربط ما بين كل قرية وكل مدينة وكل محافظة يبقى بناء المجتمع ده ياخد كليا من خمستاشر سنة الى تسعتاشر سنة خمستاشر العشرين ودي الفطرة اللي فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا يوسف عليه السلام كان الحلم بتاعه سبعة وسبعة سبعة سنين السمان ثم سبعة بقرات السمان ثم سبعين عجاف اربعتاشر سنة وكان فيه فطرة تانية فيه عامل عامل فيه وغاية الناس وفيه يعصرون هادي اللي فيه واحدة بعد كده اللي اصبرين اللي بعد كده ده السورة النهائية المجتمع يعني هي سورة معقدة شوية اه ودي رسمي أنا شخصا أنا مش فنان طبعا زي ما انتم عارفين لكن دي السورة المعقدة اللي هي فيها عشان نبني الشبكة دي كلها المجتمعية دي مش هتاخد أقل من خمستاشر لعشرين سنة اه لو نظرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله سبحانه وتعالى بالوح كانت فطرة البعثة بتاعته وابناء المجتمع في المدينة قرابة تلاتة وعشرين سنة لو نظرنا لفطرة سيدنا يوسف عليه السلام كانت فطرة بناء المجتمع الاقتصادية كانت حوالي خمستاشر سنة او اربعتاشر سنة لو نظرنا لأشياء العملية اللي احنا شفناها حاليا في بعض التجارب العملية اللي احنا منشوفها نجد ان فطرة بناء المجتمع في ماليزيا خلت اكتر من عشرين سنة في عصر مهاتير اه واهتم فيها برضا كزي ما تكلم احنا اهتم فيها من اول يوم لما انا قابلته اكتر من مرة اللي كنا بنصرف على التعليم قرابة تلاتة وعشرين او اتنين وعشرين في المية من ميزانية الدولة اللي هي التعليم اللي هو معناه التعليم والتعلم والفهم والوعي والادراك اللي خرج ماليزيا من اللي هو انها احد الدول المتخلفة في وسط اسيا الى احد النمور التسعة الاقوية في جنوب شرق اسيا خلت من مهاتير محمد دي تلات امثلة وحاليا لو ضربنا المثل ببلد زي تركيا ودلوقتي مش فاكر ان الفطرة اللي الحكومة الحالية بتحكم فيها تعدت الاربعتاشر سنة الى اخره في بناء الوعي المجتمع فلما ننظر ان هنا عشان نبني الصورة دي في الاخر لها من واحد من صفر مش من واحد الفكرة في موق القائد والمجموعة بتاعته هي في النقطة الصفر ونقطة الانطلاق من الصفر لتمانية تاخد من خمستاشر الى عشرين سنة نرجع ونختم ونقول احنا يعني ان اردنا ان ننظر للقضية السورية حاليا ان اردنا ان ننظر للقضية العراقية حاليا ان اردنا ان نظن للقضية اليمنية حاليا ان اردنا ان نظن للقضية الليبية حاليا ان اردنا ان ننظر للقضية جنوب السودان حاليا لابد ان نمشي بطبيعة الاشياء طبيعة الاشياء اللي احنا تعلمناها ان ما فيش مجتمع حيوبنا ما بين عشيات وضحاء ما فيش مجتمع حيوبنا دون ايمان القيادات المجتمعية وانتماء للوطن وانتماء للثقافة والتاريخ والحضارة والقيم بتاعت هذا المجتمع لابد كل فرد في المجتمع لان كل فرد لي دور في بناء مثل هذا المجتمع ما فيش مجتمع حياتنا ان نعرف ما هي مقدراتنا ما يجوش ناس يعرفوا مقدراتنا من الاقمار الصناعية واحنا مش عارفين إيه اللي تحت رجلنا ها سواء كان مياه أو سواء كان معادل أو سواء كان إلى آخري إلى آخري إلى آخري فكل هذه الأشياء لابد أن تعرف ما فيش مجتمع حيابنا بفصيل واحد أو بمجموعة واحدة أو بتوجه واحد أو بقيمة واحدة لابد كل قيم عشان كده احنا شايفين الألوان المختلفة دي دي بتمثل التمييزات المجتمعية المختلفة اللي بتحول تضع النسيج المجتمعي المتكامل ما فيش مجتمع أبدا 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 حيبنى برأي واحد أو بفصيل واحد أو بقطاع واحد أو بفكرة واحدة إلى آخري حيشارك في كل فرد من أبناء المجتمع فعلى القيادة أن تفسح المجال وتوسع مجال المشاركة المجتمعية لكل شخص من أبناء هذا المجتمع وجزاكم الله خير على حسن الاستماع وأتمنى أن الفكرة المعقدة دي أن أنا كتبتها ورسمتها بأدية تكون واضحة بالنسبة لكم ولكن مش واضحة وعايز أن أكلمكم أو أحطو لكم بعض الميسجيز أنا ما عنديش مشكلة بكرة حقولها بالانجليزي وأنا أعزك جدا على التأخير النهاردة ربع ساعة ربع ساعة أو 14 ديارة تقريبا فيه طبعا تعرفوا أن البث في البي بي سي اللي بتاعتنا احنا بي بي سي و سي إن إن النهاردة كان يعني الكاميرات متعطلة وكل سامن طيبين ونشوفكم غدا إن شاء الله بالانجليز tomorrow we'll see you إن شاء الله at Habas 11 same subject in English إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته